الغفلة قد يصل حال الإنسان إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أداء الواجبات والغفلة سبب عظيم من أسباب الضلال والانصراف عن الهداية يبدأ الإنسان بالوقوع في المعاصي وتمكن النفس والشيطان من التغلب عليه وتزيد في المفاسد وبعدها يتهاون في أداء الصلوات ويتكاسل عن الطاعات مما يجعله لا يتأثر بآيات القرآن وينسى ذكر الله ودعاءه ولا يقبل النصيحة وينسى الموت ولا يتأثر به كل هذه الأعراض لها أسباب منها التساهل في الوقوع في الظنوب التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي التسويف وطول الأمل سأتوب سأترك المعاصي شدة التعلق بالدنيا الغفلة عن الآخرة وحسابها الإفراط في المباحات والإكثار من الكماليات والمرفهات فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفطور والكسل فإن الله تعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا شكرا